الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فمرحبا بكم إخواني الأعزاء في لقاء جديد نتدارس فيه نداءات إلهية وجهاها الله عز وجل إلى جميع البشرية نداءات تنجيهم من كل سوء وترسم لهم أسس المصالح التي تسعدهم في دنياهم وآخرتهم يقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز يذكر الله عز وجل في سياق هذه الآيات ببعض المخلوقات التي خلقها وقدرها ليجعل الناس يفرقون بين الله الخالق القادر وبين غيره ممن يخطئ بعض الناس فيوجه لهم العبادات فيقول تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سايغ شرابه وهذا ملح أجاج هذا نهر حلو الطعم وذاك بحر مالح طعمه ومع ذلك كلا البحرين تخرج منهما الأسماك واللحوم الطرية التي يأكلها الناس وكلاهما يستخرج منه اللؤلؤ والمرجان التي يتزين الناس بلبسها وهكذا كلا البحرين فيه أنواع السفن العظيمة التي تجري فوقها وذلك من فضل الله عليكم من أجل أن تكون من أسباب تنقلكم ومن أسباب كسبكم لأنواع الرزق فيكون هذا من أسباب شكركم لله عز وجل ثم انظر إلى بديع صنع الله في الكون ليل قد غطى الكون فتأتي أنوار الصباح فتبهج الكون بعد ظلمته وهكذا هناك شمس وقمر يسخرهم الله عز وجل ولهما ميدانان يجريان فيه وكل ذلك من تدبير رب العزة والجلال الذي له الملك وفي مقابل قدرة الله عز وجل هذه الآلهة التي تعبد من دون الله سواء كانوا من البشر أو كانوا من الأصنام أو من غيرها لا يستطيعون شيئا ولو توجه الناس إليهم بالدعاء وطلبوا منهم شيئا من حوائجهم لن يعطوهم أي شيء حتى القطمير الذي هو غلاف نواء التمر لن يستطيعوا أن يقدموه لهم ولو دعوهم لما سمعت تلك الآلهة وأولئك الأموات دعوات من يدعوهم من دون الله جل وعلا ومن هنا يذكر الله عز وجل العباد بأنهم فقراء لا قدرة لهم بل هم محتاجون ومضطرون لفضل رب العزة والجلال والله جل وعلا غني عن العباد لا يحتاج لأحد منهم فهو المحمود في صفاته ثم تذكروا يا أيها الناس بأن الله يقدر على أن يذهبكم وأن يزيلكم من الدنيا وأن يهلككم في لحظاته وحينئذ هو قادر على أن يأتي بخلق جديد وأناس يخلفونكم في الدنيا وما ذلك على الله بعزيز بل الله قادر عليه وبيل الله قادر عليه ليس بمستحيل ولا ممتنع عليه سبحانه أن يجعلكم تذهبون من هذه الدنيا كما أذهب القرون التي قبلكم واستخلف بعدهم قرونا آخرين وحينئذ يذكركم بأن الله عز وجل لا يؤاخذ عبدا بجريغة عبد آخر وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى ويذكركم بأنه في يوم القيامة سيحاسب كل واحد من الناس وحده ولن يسأل عن عمل غيره ليستعد الناس بأعمالهم ليوم المعاد بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم هداة مهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر